إلى ذلك شرعت السلطات الصحية في بريطانيا في تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المعارضين لخاطر الإصابة بجدر القرود يأتي هذا في وقت تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء من أوروبا وأعلنت بريطانيا ارتفاع عدد المصابين بالمرض الجديد إلى 11 حالة فيما قال المتحدث باسم وكالة الأمن الصحي البريطاني إنه لا يوجد لقاح محدد لجدر القرود لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية